من آيات الله تعالى ومن أسباب المودة والألفة المصاهرة قال تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا لكن قد تنشأ بعض الخلافات بين الزوجة وحماتها لأن الأولى تريد أن تستأثر بزوجها والثانية تغار ممن تأخذ منها ابنها جاهزا وهي التي حملت وولدت وأرضعت وربت ولكي تتحسن العلاقات وتنتهي الخلافات لابد من دور إيجابي من الأطراف الثلاثة الزوجة والحماة والزوج فالزوجة تحترم حماتها وتبرها كما تبر أمها وبذلك تكسب قلبها وقلب زوجها وتزيد مكانتها عندها ولتتذكر أنها يوما ستكون حماة فلتعامل حماتها بما تحب أن تعاملها به زوجة ابنها في المستقبل ولتراعي أن قيام حماتها ببعض التصرفات المزعجة لا يدل على أنها تكرهها ففي كثير من الأحيان تكون هي التي اختارت الزوجة لابنها ولكنها تخشى أن تستأثر به الزوجة دونها وعلى الحماة أن ترحم زوجة ابنها وتعتبرها ابنتها ولتعلم أن في إسعادها إسعادا لفلدة كبدها ولتتذكر أن بناتها إما متزوجات أو سيتزوجن ويكون لهن حموات فلتعامل بنات الناس كما تحب أن يعامل بناتها وعلى الزوجة والأم أن يتعاون ويتراحم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا وليحرص على إعانة الرجل على بر أمه وعشرة زوجته بالمعروف كي لا يقع في حيرة وافتراق طرق وليعلم الزوج أن حق الأم أكبر من حق الزوجة فلا يميل لزوجته على حساب أمه فإن هذا من العقوق وليزد من بره لأمه بعد زواجه كي يخف ما قد يقع في نفسها من الغيرة والشعور بأن زوجته أخذته منها وليستعمل الحكمة في المقاربة بينها وبين زوجته وإعطاء كل ذي حق حقه وليحذر من ظلم الزوجة لإرضاء أمه فإن العدل واجب والظلم ظلمات يوم القيامة قال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين